ليبيا التي في الحقيقة كان يجب أن تكون الجزائر لو كانت جزائر شعب لما دخلت أي دولة خارجية إلى ليبيا أو عندما تدخل تعرف أن هناك جار قوي يسمى الجزائر وأنها لن تكون ليبيا لقمة سائقة في أفواه الغزات أي إن كان ليبيا هي في الحقيقة ليس فقط إخواننا وليس فقط جيراننا وليس فقط أكثر الشعوب التي وقفت معنا الشعوب ونظام الحكم أيام الثورة كل إخواننا كل جيراننا المغرب تونس ليبيا مصر ودول أخرى حتى يغسلافيا الشيوعية يومها وقفوا مع الثورة الجزائرية لكن في الحقيقة ليبيا وقفت موقف كان الحاكم والمحكوم له نفس الرأي وهو أن يموت إذا يلزم الأمر يجوع إذا لزم الأمر ويقدم الدعم إلى الشعب الجزائري حينما كان يخوض واحدة من أفضل وأعظم الثورات اللي ربما قادها شعب مسلم في القرن العشرين ليبيا اليوم إذن هي مطمع كل الغزات وخاصة ما تقوم به مصر والإمارات ومعهم فرنسا والتحق بهم روسيا الآن من أجل نهب ليبيا لما فيها من ثوروات ضخمة وهذا بطبيعة الحال يؤثر علينا مباشرة أخرجوا بيان بائس قالك الجزائر لا تتدخل وترفض تدخل خارجي أرفض والله أوعد أنت التدخل خارجي ره موج تدخل خارجي محدود رهي دول أصبحت بجيوشها في ليبيا وروح أن تتكلم على أن الجزائر ترفض تدخل خارجي كيقولها إلى يوم القيامة عندما تقول نرفض تدخل خارجي يجب أن تكون لك الأدوات ولك القوة أن تواجه من يتدخل لو كانت روسيا أو فرنسا أو مصر أو تركيا أو الإمارات أو الأردن أو السعودية أو كل المتدخلين في ليبيا متحاربين مباشرة ناهيك على الآخرين لو كانوا يعرفون أن هناك نظام شعبي قوي في الجزائر لما تجروا على ذلك لا عرفوا أن رد الفعل لن يكون كلام ديبلوماسي باهد قال لك أن الجزائر ليست مع التدخل الخارجي من فتح الأجواء لأن تقوم فرنسا بقصف سكان مالي والنيجر والشات على فترات مختلفة من فتح الأجواء إلى الطائرات الأمريكية أجواءنا الجزائرية نحن نتحدث عن أجواء أخرى وقال لك أنهم ضد التدخل الخارجي ألم يشكر فابيوس وزير الخارجية الفرنسي يومها الجزائر التي فتحت حدودها كما قال أجواءها وحدودها بدون حدود وبدون قيود ولم يقل العمامرة لقناة فرنس 24 باللغة العربية والفرنسية واستمعت له شخصيا في جوان 2013 حينما زار هولند المحنط بوتفليقة في جوان 2014 عندما زار هولند المحنط في بوتفليقة قال العمامرة يقول وتستطيع الناس أن تعود لها في موقع فرنس 24 باللغة العربية والفرنسية نساعدنا فرنسا بكل الإمكانيات أو بكل وسائل لم نبعث فقط جنود باللباس العسكري أو رجال باللباس العسكري بمعنى أنهم أرسلوا أيضا بلباس غير عسكري المخابرات الدعم المخابرات اللوجيستيكي في جنرال فرنسي يقول كان يذكر فيه أحد الأفاضل قبل قليل قال لي قالهم كروزين تا الجزائر من أرقى النوعيات كروزين هو اللي تملأ به الطائرات هو طاقة الطائرات إذن في الحقيقة عندما تقولون من أنكم ضد التدخل الخارجي وأنكم ترفضون التدخل الخارجي أنتم تكذبون لأنكم سرحتم ليس فقط بالتدخل الخارجي الفرنسي والأمريكي في مالي وفي النيجر وإنما ساعدتمهم على ذلك وخاصة فرنسا وخاصة فرنسا ثم عندما تبقى تقول أنا ضد التدخل الخارجي هذا لما تكون بلد ممكن في العراق بعد عليك مثل ثلاث كيلومتر أو أربع رائف كيلومتر وأنت لا تستطيع أن تفعل شيء أو في جنوب إفريقيا أو في مزمبيق أو في الفيتنام لكن عندما يكون حدودك الدول تأتي إلى حدودك وهي على أبواب أن تشن في أي وقت هجوم عليك أو تحتل جزء من أراضيك تحت أي مبرر تحت أي ذريعة خاصة إذا وصل حفثر المجرم إلى حكم ترابلوس فأنت حينما تقول أنك ضد أي تدخل خارجي فمعناها أنك تستسلم أنك تستسلم للقوى الأخرى لأنك في حرب مع شعبك بدل من أن تكون جاهز للحرب مع العدوان الخارجي بدل من أن تكون جاهزا للحرب أو للدفاع عن الوطن فأنت تخوض حرب اليوم ضد شعبك وتريد أن تتآمر وما زلت تتآمر يا هذا ما زلتم تتآمروا ما زلتم بدل من أن تركزوا جهودكم كما تقول مادة 28 على الدفاع عن سيادة البلاد خاصة والآن لم يعد العدو من بعيد فرنسا ليست في مالي والنيجر فقط وموريطانيا وتونس إنها أيضا في ليبيا وأمريكا موجودة في كل هذه الدول وروسيا هي موجودة في ليبيا ناهيك على الإمارات ومصر وتركيا والسعودية وإسرائيل والأردن هم كلهم متوجدين عندما نقول ليبيا فإننا نقول العمق الجزائري مثل ما هو العمق الليبي أو مثل ما هو الجزائر عمق ليبيا عندما نقول أنهم في ليبيا معناها راهم بالقرب من حسيم السعود ومن عين ميناص شريان البلاد من البترول والغاز وأنت تقول لي أنك ضد تدخل خارجي أبقى تكلم ضد تدخل خارجي ماذا فعلت عندما قلت أنك ضد تدخل خارجي في 2011 ماذا فعلت حينما كان القذافي يريد أن يذبح شعبه فتدخلت القوى الخارجية لمصالحها قبل كل شيء ولكنها قا زعمت أنها تدافع عن الشعب الليبي ماذا فعلت أنت دخلوا والقذافي للسلاح الذي كان يجمع فيه لم يستطع أن يسقط طائرة هليكوبتر واحدة للقوى الغربية التي تدخلت هذه العقلية التي تتحدثون بها هو لأنكم في الحقيقة تعرفون أنكم من الضعف بما كان أن تخوضوا حرب ضد الخارج أم ضد الداخل فأنتم أقوياء أخوياء الدليل ما فعل البلطجة